اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة درس مبارح احنا كان درس مبارح اللي وقفنا عنده في فرع الجبل كان درس اصفار الدلة النهاردة قبل ما ابدأ الدرس الجديد واقولك اسمه ايه انا عايزة اسأل سؤال على اصفار الدلة مديني دلة سين بتساوي سين ناقص خمسة يا ترى اصفار الدلة بتساوي كام اصفار الدلة يعني اساوي قعدة الدلة بصفر انا شايف هشام هيا هشام وصلت للاجابة استنى زميلك لما ياخدوا وقتهم اسمع الاجابات برافو طلاب حسام الدين بيقولوا ان احنا هنساوي قعدة الدلة بصفر يبقى هخرج الخمسة بعكس الاشارة يبقى اصفار الدلة بتساوي خمسة ده كان درس اصفار الدلة اي قعدة الدلة بيدها لي بسويها بالصف واجيب قيمة سين تعالوا بقى نشوف درسنا النهاردة وانا عاملالك مفاجئة جميلة هتشوفها اثناء العرض اولا نعرف احنا درسنا اسمه ايه النهاردة درسنا اسمه دلة الكسر الجبري في نهاية الدرس ان شاء الله هنعرف مجال الكسر الجبري وكمان هنجيب المجال المشترك لكسرين جبريين ودي حاجة ممتعة هتستمتع وانت بتحل وكمان هنميز بين اصفار الكسر الجبري ومجال الكسر الجبري يلا بينا تعالوا نبدأ عرض الدرس علشان اعرف مجال الدلة الكسرية حفر مجموعة اصفار المقام شايفة محمد عمالي بصلي بطريقة غريبة يعني ايه؟ مش احنا يا محمد لسه جايبين اصفار الدلة وقلنا ان اصفار الدلة عبارة عن ان انا بساوي قعدة الدلة بسفر يبقى اصفار المقام حفر اصفار المقام طب طالب تاني بيسأل هو انا لو عندي مجموعة اصفار البسط ناقص اصفار المقام الحالة دي هتسميها ايه؟ هنسميها اصفار الدلة الكسرية يبقى لو انا جيت قلت لك عايزة مجال الدلة الكسرية حفر مجموعة اصفار المقام لو طلبنا المجال هيساوي ايه؟ حفر مجموعة اصفار المقام طب اصفار الدلة الكسرية كلها اصفار البسط ناقص مجموعة اصفار المقام كلام جميل تعالوا بقى نشوف بعض الانشطة اللي هنطبق من خلالها القواعد اللي تم التعرف عليها اولا بيقول لي ان دلة سين بتساوي اتنين سين ناقص اربعة على سين تكعيب ناقص اربعة سين اتفقنا مع بعض ان ما فيش دلة نبدأ نحلها الا ما نبصت صورتها طب الدلة مكونة من جزئين لانها دلة كسرية في عندي جزء في البسط وفي جزء في المقام تعالوا نبص على البسط والمقام ونحاول توسيط كلا منهم اولا البسط في اتنين واربعة دي اعداد زوجية اذا اقدر اخد هنا عامل مشترك يبقى هسحب اللي اتنين كعامل مشترك رافع عليكم احسنتم يبقى الدلة في البسط هتبقى اتنين مضروبة في سين ناقص اتنين يا ميس حدثك بتكرأي غلط دي سين ناقص اربعة لأ يا شباب احنا اتفقنا هنعمل ايه هناخد اللي اتنين كعامل مشترك فانا لو اخدت اللي اتنين هيقسم الدلة يبقى سين ناقص اربعة اللي اتنين فيها اللي اتنين يبقى البسط بقى موجود في ايه اتنين في سين ناقص اتنين تعال ننزل للمقام ونشوف برضو يمكن يكون قابل للتحليل تحليل أيوة قابل للتحليل سين قص ثلاثة وسين يبقى التحليل بإخراج العامل المشترك هاخد السين كعامل مشترك سين قص ثلاثة لما ياخد منها سين يتفضل لي سين قص ثنين سين قص ثنين ناقص أربعة مرة كمان هيتفضل لي إيه في المقام سين قص ثنين ناقص أربعة سمع حد من بعيد بيرفع إيده أيوة يا محمد نعم آه محمد بيقول لي سين قص ثنين ناقص أربعة ده مقدار زوحدين بينهما إشارة سالب يبقى اسمه فرق بين مربعين إجابة صحيحة طيب أنا عندي فرق بين مربعين زي ما محمد طلب وسأل ووضحنا الكلام طيب الفرق بين مربعين ده يا شباب أنا هعمل في إيه؟ إحنا قلنا عايزين نقتصر أو نحلل يبقى سين ناقص أربعة سين تربيع ناقص أربعة مقدار زوحدين مربعين بينهما إشارة سالب يا فهد إزايك؟ عامل إيه؟ عايز تجاوب فهد من الطلبة الممتازين اللي بيتميز بسرعة البديهة هيا فهد أحسنت إجابة صحيحة فهد بيقول هحل الفرق بين مربعين أسمع بقى؟ أفتح قصين واحد موجب والتاني سالب جزر الأول جزر التاني هحل الفرق بين مربعين إزاي يا شباب؟ هفتح قصين واحد موجب والتاني سالب جزر الأول جزر التاني يلا نجيب الجزور يا شباب يبقى سين ناقص اتنين مضروبة في سين زائد اتنين طب إحنا اتفقنا مع بعض في بداية الشرح قلنا المجال هو إيه؟ حفر أصفار المقام إذن هشتغل مع البسط؟ لا هشتغل مع المقام إحنا قلنا إيه؟ فيه هنا سين ناقص اتنين وتحت سين ناقص اتنين ما يروحوا بالسلامة مع بعض تمام؟ أنا سحب بره سين كعامل؟ مشترك يبقى المجال حفر سين حفر اتنين وصفر وسالب اتنين المجال هيسوي إيه؟ حفر اتنين وصفر وسالب اتنين تعال بقى نشوف مع بعض السؤال التاني الناس تشتغل بقى افتح أوراق العمل وافتح صفحة الملاحظات ومعاك دقيقتين تفكر في السؤال اللي أنا حطاه قدامك يامس دقيقتين كتير هاستنكي حبيبي أنا عندي هنا دلتين فيه خد بالك من السؤال الدل الأولى نون واحد والتانية نون اتنين نون واحد تساوي سين زائد ثلاثة على خمسة نون اتنين بتساوي خمسة على سين ناقص واحد خد وقتك وفكر وكتب ايه دا معقولة كل دول رفعين ايديهم بسرعة كده طب نشوف انا خلي بالك ما بنخدعش بالايدين الكتيرة ناخد مين مين امنية اتفضل يا امنية امنية بتقول لي يا ميس انا مكنتش محتاجة دقيقتين لسبب ان الدل الأولى عندي هنا مقامها خمسة ودي ابسط انواع الدوال فيه هنا سين فيه عندي سين في المقام لأ يبقى عندي هنا مجال الدل حر سهلة جدا برافو عليك يا امنية يبقى نقول كمان امنية قالت ايه قالت ان الدل الأولى المقام بتاعها بيساوي حر واحنا بنقول ان المجال احنا في الجزء الكلمة الأولى المجال عبارة عن حر فرق أصفار المقام المقام ما فيه السين يبقى المجال بيساوي حر تعالوا نشوف الدل التانية الدل التانية عبارة عن سين ناقص واحد معكوس جمع يا ميس عكس سالي بواحد موجب واحد اجابتك صحيح يا امنية طيب كده امنية جابت المجال للدل الأولى قالت ايه حر والدل التانية قالت واحد انا عايزة بقى المجال المشترك اللي هيربط بين الدل الأولى والدل التانية تمام يبقى المجال المشترك حفر مجنوعة الواحد تعالوا نشوف نشاط كمان علشان ناخد تمرين اكتر ونتدرب اكتر عندك هنا بيقول لك ايه المجال للكسرين نون واحد ونون اتنين تلاتة سين ناقص واحد على سين ناقص اتنين نون اتنين اتنين على سين تربيع ناقص اربعة تعالوا مع بعض نشوف معاك سنيتين تفكر نبدأ نسمع برافو الدل الأولى هفرق اصفار المقام يبقى هفرق الاتنين معكوس جامع على طول الدل التانية ده لسه فهد جاوبها بمجرد النظر قال فرق بين مربعين هنعمل ايه هنفتح قصين واحد موجب والتاني سالب جزر الاول جزر التاني سين ناقص اتنين وسين زائد اتنين يبقى نون واحد بتساوي مجال الدل الأولى هفرق اتنين طب ومجال الدل التانية هفرق موجب اتنين وسالب اتنين طب هو لو سألني وقال لي عايز المجال المشترك يبقى المجال المشترك هفرق اتنين وسالب اتنين السؤال هنا بقى بيشوف الطالب الزكي مش عايز حتة انك تبقى حافز حافر اصفر المقام وبص عمقوا الكلام ده كله لا هنا عكس السؤال قالك ايه اتنين سين على سين تربع ناقص ألف وداني المجال هو حافر اتنين وسالب اتنين عددين لما اشيل الألف دول هيطلع من المجال حافر اتنين وسالب اتنين برافو عليكم هم دول طلاب حسام الدين بيقول لي حمي اسمها دي تربية يعني هربع اي عدد في الاتنين ربع الاتنين اتنين في اتنين باربع او اتنين تربيع باربع طب ربع سالب اتنين سالب اتنين تربيع ما القص الزوجي بيشير السالب بيبقى برضو باربع اذا ألف بتساوي أربع وبكده نكون خلصنا الجزء اللي انت مطلوب تعرفه وتتمرن عليه في دلة الكسر الجبري ومعانا الواجب في أوراق العمل بس قبل ما ناخد الواجب لازم زي ما اتفقنا مع بعض نشوف احنا اتكلمنا عن ايه النهاردة اتكلمنا عن دلة الكسر الجبري وقلنا ان دلة الكسر الجبري عبارة عن حق فرق اصفار المقام وخدنا كمان المجال المشترك لدلتين كسريتين وقلنا عبارة عن أصفار البسط ناقص أصفار المقام هسيب لك التمرين ده واجب وده كمان التمرين دي موجودة عندك في أوراق العمل صفحة 53 وكمان عندنا بنك المعرفة المصري فيه تمرين كتيرة هتحل عليها وقلت لك انا في بداية الدرس قلت لك انا عاملة مفاجأة مفاجأتي لك وإن نهاردة يا شباب مفاجأتي ان احنا عاملين اختبار تفاعلي هتنزل في نهاية الدسكريبشن بتاع الدرس وبعد ما استمعنا لدرسنا النهاردة عايزة أشوف تعليقاتكم على صفحة المدرسة وأستلم إجابات الواجبات واعتبر إجابتك اللي هتبعثها لي أنوان لحضورك معي للدرس وأتمنى نكون استفدنا مع بعض وعلى وعد بلقاء آخر في درس آخر مع تحيات إدارة مدرسة حسام الدين اشتركوا في القناة